السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف التاسع اليوم موعدنا بإذن الله تعالى مع مراجعة الوحدة الثالثة سوف نقوم في هذا الفيديو أعزائي الطلاب بما يلي كتابة ملخص للمفاهيم والنظريات الواردة في الوحدة الثالثة وأيضاً حل تدريبات متنوعة تتضمن المفاهيم والنظريات الواردة في الوحدة تشتمل الوحدة الثالثة أعزائي الطلاب على الدروس التالية الإنشاءات الهندسية الأساسية نقطة المنتصف والمسافة الاستدلال الاستقرائي وأيضاً كتابة البراهين نبدأ بدرس الإنشاءات الهندسية الأساسية يتضمن الدرس أعزائي الطلاب أربعة إنشاءات هندسية أساسية وهي إنشاء قطعة مستقيمة مطابقة إنشاء زاوية مطابقة إنشاء منصف عمودي وإنشاء منصف زاوية سوف نحتاج بالطبع أعزائي الطلاب في هذه الإنشاءات الهندسية إلى الفرجار وإلى مصطرة ذات حفة مستقيمة غير مدرجة ونبدأ بإنشاء قطعة مستقيمة مطابقة إذا كان لدينا القطعة المستقيمة أعزائي الطلاب ونريد إنشاء قطعة مستقيمة أخرى مطابقة لها فإننا سنقوم بالخطوات التالية الخطوة الأولى استعمل مصطرة بحفة مستقيمة غير مدرجة لرسم المستقيم L ثم حدد النقطة M على المستقيم L الخطوة الثانية ضع رأس الفرجار عند النقطة A واضبط الفرجار بطول القطعة المستقيمة AB الخطوة الثالثة باستعمال نفس الضبط ضع رأس الفرجار عند النقطة M وارسم قوسا يقطع المستقيم L سمي نقطة التقاطع N وبذلك تكون القطعة المستقيم MN أعزائي الطلاب هي نسخة مطابقة للقطعة المستقيم AB والآن كيف ننشئ زاوية مطابقة إذا كان لدينا زاوية A أعزائي الطلاب ونريد إنشاء زاوية أخرى تكون مطابقة لها فإننا سننفذ الخطوات التالية الخطوة الأولى حدد النقطة X ثم استعمل مصطرة بحفة مستقيمة غير مدرجة لرسم شعاع من النقطة X الخطوة الثانية ضع رأس الفرجار عند النقطة A ثم ارسم قوسا يتقاطع مع شعاعي زاوية A سمي نقطتي التقاطع B و C الخطوة الثالثة من دون تغيير ضبط الفرجار ضع رأس الفرجار عند النقطة X ارسم قوسا يتقاطع مع الشعاع سمي نقطة التقاطع Y الخطوة الرابعة ضع رأس الفرجار عند النقطة C أو النقطة B اضبط الفرجار بطول المسافة بين B و C الخطوة الخامسة من دون تغيير ضبط الفرجار ضع رأس الفرجار عند النقطة Y ورسم قوسا سمي نقطة التقاطع للقوسين Z ثم استعمل المسطرة بحفة مستقيمة غير مدرجة لرسم الشعاع XZ نلاحظ أنه تكونت لدينا زاوية جديدة هي زاوية YXZ زاوية YXZ أعزائي الطلاب هي نسخة من زاوية A يمكنكم ملاحظة ذلك بكل وضوح والآن كيف نقوم بإنشاء منصف عمودي دعونا نتذكر أولا أعزائي الطلاب معنى المنصف العمودي إذا كان لدينا قطعة مستقيمة A B أعزائي الطلاب فإن المنصف العمودي للقطعة المستقيمة هو مستقيم أو قطعة مستقيمة أو شعاع عمودي على القطعة المستقيمة ويقسمها إلى قطعتين مستقيمتين متطابقتين ولإنشاء هذا المنصف أعزائي الطلاب دعونا نقوم بالخطوات التالية الخطوة الأولى اضبط الفرجار بطول أكبر من نصف طول القطعة المستقيمة A B ارسم قوسا أعلى القطعة المستقيمة A B وقوسا أسفلها الخطوة الثانية من دون تغيير ضبط الفرجار ضع رأس الفرجار عند النقطة B وارسم قوسا أعلى القطعة المستقيمة A B وقوسا أسفلها الخطوة الثالثة سم نقطتي تقاطع الأقواس E و F ثم استعمل مصطرة بحفة مستقيمة غير مدرجة لرسم المستقيم E F الآن أعزائي الطلاب المستقيم E F هو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة A B وأخيرا كيف يمكننا إنشاء منصف زاوية دعونا في البداية أعزائي الطلاب نعرف منصف الزاوية إذا كان لدينا زاوية A فإن منصف الزاوية أعزائي الطلاب هو شعاع يقسم الزاوية إلى زاويتين متطابقتين ولإنشاء منصف الزاوية هذا أعزائي الطلاب سنقوم بتنفيذ الخطوات التالية الخطوة الأولى ضع رأس الفرجار عند النقطة A ثم ارسم قوسا يتقاطع مع شعاعي الزاوية A سم نقطتي التقاطع B و C الخطوة الثانية غير ضبط الفرجار ثم ضع رأس الفرجار عند النقطة B ارسم قوسا داخل الزاوية A الخطوة الثالثة من دون تغيير ضبط الفرجار ضع رأس الفرجار عند النقطة C ارسم قوسا يقطع القوس المرسوم من النقطة B الخطوة الرابعة سم نقطة تقاطع القوسين D ثم استعمل مصطرة بحفة مستقيمة غير مدرجة لرسم الشعاع A D الآن أعزائي الطلاب الشعاع A D هو منصف زاوية A ويمكننا التحقق من ذلك بكل سهولة أعزائي الطلاب من خلال المنقلة فنلاحظ هنا أن قياس زاوية C A D هو 15 ديجريز وقياس زاوية B A D أيضا 15 ديجريز والآن مع مراجعة درس نقطة المنتصف والمسافة في هذا الدرس عزائي الطلاب لدينا ثلاث عناصر رئيسية قانون نقطة المنتصف تقسيم قطعة مستقيمة والمسافة بين نقطتين ونبدأ بقانون نقطة المنتصف نقطة المنتصف لقطعة مستقيمة عزائي الطلاب هي النقطة التي تقسم القطعة المستقيمة إلى قطعتين مستقيمتين متطابقتين فإذا كان لدينا النقطتين P و Q حيث P X1 and Y1 و Q X2 and Y2 فإن قانون نقطة منتصف القطعة المستقيمة PQ هو الموضح أمامنا M equals X1 plus X2 all over 2 و Y1 plus Y2 all over 2 الآن سنقوم بحل التمرين رقم 17 من الكتاب صفحة 110 أوجد نقطة منتصف القطعة المستقيمة PQ حيث P 3 and 5 و Q negative 2 and 13 أوقف الفيديو عزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل نستخدم قانون نقطة المنتصف ونعوض عن كل متغير بقيمته نعلم أن النقطة P هي X1 and Y1 والنقطة Q هي X2 and Y2 إذن تكون نقطة المنتصف عزي الطلاب بعد التبسيط هي 1 over 2 and 9 تقسيم قطعة مستقيمة سنوضح ذلك عزي الطلاب من خلال المثال المبين من الكتاب صفحة 128 إذا كانت J و L نقطتان حيث J 8 and 3 و L 2 and 6 فما إحداثية عن نقطة K التي تقع عند ثلثي المسافة من J إلى L أوقف الفيديو عزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل الخطوة الأولى نجد ثلثي المسافتين الأفقية والرأسية من J إلى L فيكون كسر المسافة الأفقية عزي الطلاب هو 2 over 3 مضروبا في القيمة المطلقة للفرق بين الإحداثيان X في النقطتين تذكر هنا عزي الطالب أننا نستخدم القيمة المطلقة لأننا نجد مسافة والمسافة لا تكون سالبة أبدا إذن يكون كسر المسافة الأفقية هو 2 over 3 multiply 6 أي 4 بالمثل كسر المسافة الرأسية عزي الطلاب هو 2 over 3 مضروبا في القيمة المطلقة للفرق بين الإحداثيان Y في النقطتين ومن ثم يكون كسر المسافة الرأسية هو 2 الخطوة الثانية نستعمل هذه العبارة لإيجاد إحداثياء النقطة K X زائد أو ناقص كسر المسافة الأفقية و Y زائد أو ناقص كسر المسافة الرأسية الآن عزي الطلاب قد يتساءل بعضكم ويقول إلى أي نقطة تعود الإحداثيات X و Y في هذه العبارة هل هي إحداثيات النقطة G أم إحداثيات النقطة L والإجابة عزي الطلاب هي أن الإحداثيات X و Y هنا في هذه العبارة هي إحداثيات نقطة بداية التقسيم بالرجوع إلى السؤال هنا عزي الطلاب يمكننا بكل سهولة إدراك أن النقطة بداية التقسيم هي النقطة G إذن الإحداثيات X و Y هنا في هذه العبارة عزي الطلاب هما إحداثيات النقطة G لأنها نقطة بداية التقسيم الآن نقوم باستبدال المتغيرات بقيمها على النحو التالي الآن أعزائي الطلاب نجمع أم نطرح لبيان ذلك أعزائي الطلاب دعونا نتذكر إذا كان إحداثي نقطة بداية التقسيم أقل من إحداثي النقطة الثانية فإننا نجمع وإذا كان إحداثي نقطة بداية التقسيم أكبر من إحداثي النقطة الثانية فإننا نطرح يمكننا ملاحظة ذلك أعزائي الطالب نقطة بداية التقسيم هي النقطة G نلاحظ الإحداثي X في النقطة بداية التقسيم والإحداثي X في النقطة الثانية فنجد أن الإحداثي X في نقطة بداية التقسيم أكبر من الإحداثي X في النقطة الثانية ومن ثم أعزائي الطالب فإننا سنطرح أيضا يمكننا ملاحظة الإحداث Y في النقطة بداية التقسيم ونقارنه بالإحداث Y في النقطة الثانية فنجد أنه أقل منه إذن سنستخدم الجمع الآن بكل سهولة يمكننا معرفة إحداثيات النقطة K إذن إحداثيات النقطة K هي 4 and 5 إذن إحداثيات النقطة التي تقع عند ثلثي المسافة من G إلى L هي 4 and 5 الآن فكر ما يعيز الطالب ما إحداثيات النقطة K التي تقع عند ثلثي المسافة من L إلى G سنستعمل نفس العبارة عزيزي الطلاب لإيجاد إحداثيات النقطة K ولكن مع ملاحظة أن نقطة بداية التقسيم هنا أصبحت النقطة L نقوم باستبدال المتغيرات على النحو التالي الآن نلاحظ الإحداثي X في نقطة بداية التقسيم وهي النقطة L فنجد أنه أقل من الإحداثي X في النقطة الثانية إذن سنستخدم الجمع وأيضا الإحداث Y في النقطة بداية التقسيم نلاحظ أنه أكبر من الإحداث Y في النقطة الثانية فنستخدم الطرح إذن بكل سهولة يمكننا إدراك أن إحداثي النقطة K التي تقع عند ثلثي المسافة من L إلى G ستكون 6 and 4 المسافة بين النقطتين إذا كانت P و Q نقطتان حيث P X1 and Y1 و Q X2 and Y2 فإن قانون المسافة D بين النقطتين P و Q هو square root of X2 minus X1 all squared plus Y2 minus Y1 all squared الآن أعزائي الطلاب سنقوم بحل التمرين رقم 20 من الكتاب صفحة 110 أوجد المسافة بين أحمد و خالد قرب إجابتك إلى أقرب جزء من 10 من المتر أوقف الفيديو عالية الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل سنستعمل قانون المسافة الموضح أمامنا أعزائي الطلاب ونعتبر أن موقع أحمد هو النقطة P ونعتبر أيضا أن موقع خالد هو النقطة Q من ثم بكل سهولة يمكننا معرفة إحداثيات النقطتين P و Q من خلال التمثيل الموضح فيكون P هي 20 and 35 و Q هي 45 and 20 نعلم أن النقطة P هي X1 and Y1 والنقطة Q هي X2 and Y2 فنقوم بالتعويض عن تلك المتغيرات بقيمها على النحو التالي بالتبسيط يكون لدينا العبارة التالية أعزائي الطلاب وهي تساوي square root of 850 إذن المسافة بين النقطتين P و Q هي 29.1548 بالتقريب تكون 29.2 إذن المسافة بين أحمد وخالد هي تقريبا 29.2 متر أعزائي الطلاب الآن مع مراجعة درس الاستدلال الاستقرائي في البداية أعزائي الطلاب دعونا نتذكر مفهوم الاستدلال الاستقرائي إن الاستدلال الاستقرائي أعزائي الطلاب هو نوع من التبرير المنطقي الذي يؤدي إلى استنتاجات مبنية على نمط متكرر في أمثلة محددة أو أحداث سابقة ولبيان ذلك أعزائي الطلاب سنقوم بحل التمرين رقم 4 من الكتاب صفحة 216 ما الحدود الثلاثة التالية في النمط التالي؟ أوقف الفيديو عند الطالب وأحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل بملاحظة النمط الموضح أعزائي الطلاب يمكننا بكل سهولة اكتشاف أن كل حد يزيد عن الحد الذي يسبقه بمقدار 7 يمكننا ملاحظة ذلك بكل سهولة ومن ثم يمكننا استنتاج الحدود التالية بإضافة 7 إلى الحد السابق وبذلك يكون الحد التالي هنا أعزائي الطلاب هو 25 plus 7 أي 32 الحد التالي هو 32 plus 7 أي 39 الحد التالي هو 39 plus 7 أي 46 إذن الحدود الثلاثة التالية في النمط هي 32 و39 و46 التخمين إن التخمين عزائي الطلاب هو عبارة أو قاعدة غير مبرهنة تستند إلى الاستدلال الاستقرائي لبين ذلك عزائي الطلاب سنقوم بحل التمرين رقم 8 من الكتاب صفحة 117 حل للخطأ اختبرت سارة التخمين التالي كما هو مويا أدناه إذا تشاركت زاويتان نفس الرأس تكون الزاويتان متجاورتين ما الخطأ الذي وقعت فيه سارة أوقف الفيديو عزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل تحليل الخطأ أعطت سارة مثالا صحيحا واحدا فقط وهذا لا يكفي لإثبات صحة التخمين في الواقع عبارة سارة ليست صحيحة ويمكن ضحضها بالمثال المضاد التالي الزاوية المتقابلة بالرأس أتشارك أيضا نفس الرأس لكنها ليست متجاورة الآن مع مراجعة دارس كتابة البراهين في هذا الدرس أعزائي الطلاب درسنا عدة نظريات وسنقوم بتوضيحها إجمالا على النحو التالي نظرية 3-1 وتسمى نظرية الزاوية المتقابلة بالرأس تنص النظرية أعزائي الطلاب على أن الزاوية المتقابلة بالرأس متطابقة فإذا كان لدينا الزاوية المبينة النتجة عن تقاطع المستقيمين فإننا نقول أن زاوية 1 تطابق زاوية 2 وأيضا زاوية 3 تطابق زاوية 4 نظرية 3-2 وتسمى نظرية الزاوية المتكاملة المتطابقة تنص النظرية على أنه إذا كانت زاويتان متكاملتين مع زاويتين متطابقتين أو مع نفس الزاوية فإن هاتين الزاويتين متطابقتان يمكننا توضيح ذلك عزائي الطلاب من خلال الزاوية المبينة إذا كانت زاوية 2 وزاوية 4 زاويتان متطابقتان وكان في نفس الوقت زاوية 1 وزاوية 2 متكاملتان أي أن مجموع قياسيهما 180 ديجريز وكان أيضا زاوية 3 وزاوية 4 متكاملتان أي أن مجموع قياسيهما 180 ديجريز أيضا فإننا نقول أن قياس زاوية 1 يساوي قياس زاوية 3 أي أن زاوية 1 تطابق زاوية 3 أيضا يمكننا ملاحظة أن الزاويتان المتكاملتان مع نفس الزاوية تكونان أيضا متطابقتان نظرية 3-3 وتسمى عزائي الطلاب نظرية الزاوية المتتامة المتطابقة تنص النظرية عزائي الطلاب على أنه إذا كانت زاويتان متتامتين مع زاويتين متطابقتين أو مع نفس الزاوية فإن هتين الزاويتين متطابقتان فإذا كان لدينا زاويتان متطابقتان زاوية 2 وزاوية 4 وكان زاوية 1 وزاوية 2 زاويتان متتامتان أي مجموع قياسيهما 90 ديجريز وأيضا كانت زاوية 3 وزاوية 4 متتامتان أي مجموع قياسيهما 90 ديجريز فإننا نقول أن قياس زاوية 1 يساوي قياس زاوية 3 أي أن زاوية 1 تطابق زاوية 3 وتكون الزاويتان أيضا متطابقتان أعزائي الطلاب إذا كانت متتامتين مع زاوية واحدة وهي زاوية 2 نظرية 3-4 تنصر النظرية على أن كل الزاوية القائمة متطابقة فإذا كان لدينا الزاويتان A و B زاويتان قائمتان فإن زاوية A تطابق زاوية B نظرية 3-5 تنصر النظرية على أنه إذا كانت زاويتان متطابقتين و متكاملتين في ذات الوقت تكون كل زاوية منهما زاوية قائمة فإذا كان لدينا زاويتان 1 and 2 زاوية 1 و زاوية 2 متطابقتان و مجموع قياسيهما في ذات الوقت هو 180 degrees فإن كل زاوية منهما أعزائي الطلاب تكون زاوية قائمة يمكننا ملاحظة ذلك الزاويتان متطابقتين و متكاملتين في ذات الوقت إذن تكون كل منهما زاوية قائمة نظرية 3-6 وتسمى نظرية الأزواج الخطية إذا كانت زاوية 1 و زاوية 2 تشكلان زوجا خطيا فإن Major of Angle 1 plus Major of Angle 2 equals 180 degrees يمكننا ملاحظة ذلك ولبيان ذلك بالتفصيل عزائي الطلاب يمكننا قياس كل زاوية على حدة فنلاحظ أن قياس زاوية 1 هنا أعزائي الطلاب هو 60 degrees و قياس زاوية 2 هو 120 degrees إذن يكون قياس الزاويتين معا هو 180 degrees أي زاويتان متكاملتان أيضا أعزائي الطلاب تعرفنا على معنى البرهان وهو حجة مقنعة يستعمل فيها التبرير المنطقي وفي هذا الدرس عزائي الطلاب تعرفنا على طريقتين من طرائق التعبير عن البرهان وهما البرهان في جدول من عمودين والفقرة البرهانية البرهان في جدول من عمودين هو إحدى طرائق تنظيم البرهان وتقديمه وتكتب فيه العبارات بمحاذاة أسبابها في جدول من عمودين أما الفقرة البرهانية عزائي الطلاب فهي طريقة أخرى لكتابة البرهان حيث يتم الربط بين العبارات وأسبابها بجمل الآن أعزائي الطلاب سنقوم بحل التمرين رقم 20 من الكتاب صفحة 124 اكتب برهانا في جدول من عمودين للعبارة المبينة أوقف الفيديو عزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل يمكنك متابعة الحل المعروض أمامك على الشاشة بالتفصيل أعزائي الطالب وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد راجعنا على دروس الوحدة الثالثة أرجو أن تكونوا قد استفدتم على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة دمتم في رعاية الله